بسم الله الرحمن الرحيم مساكم الله وخير يميع عاجز أن أشكر الحضور وأشكركم على هذه المبادرة وعلى هذه الالتفاتة وعلى هذا الدعم والزخم اللي حضار في تأبين ابنكم وأخوكم الشيء خسام الحدار أتقدم بجزيل الشكر للسيد هاجي الموسوي والأستاذ الفاضل المناظل الشريف اسما على مسمى الأستاذ إبراهيم شريف هناك نقطة واحدة أحبت أن أذكرها أن الشاعر العزيز الشاعر أهل البيت كان من بداية حسام من بداية استشارة حسام يتحفن بأشعاره وهذا مهما شكرته شاعر أهل البيت يا سين البناء أنا أعجز عن شكرا أحب أشير إلى نقطة واحدة ولي الشرف أن أكون من ضمن رابطة عوالي الشهداء رابطة عوالي الشهداء في البحرين ساعي كل المساعي الحميدة والسليمة للصادع والترتيب بين عوالي كل عوالي الشهداء عوالي الشهداء مطالبهم جداً بسيطة جداً يعني ملفتة للنظر تبغي بس حقوق دم أبناءهم أن لا تضيع تبغي دم هذا الولد دم أي بنت أو أم أو أخ أو أب سقط في هذا الحراكة أو في هذه الثورة المباركة أن تسجل وإن شاء الله ستذكر كما الشهداء السابقين سيذكرون على مرة الأجيال الغادمة النفيف في المحرقة وفي أي منطقة في البحرين سقط هذا الشهيد الشهيد الفلاني الشهيد فلان من فلان وكل شعب البحرين كل أطيافه وكل توجهاته مثل ما رأيت أنا شخصياً حتى في تشييع حسن كان لي شرف وإن كنت أب فاقل ابني في ذاك الوقت لكن كان لي شرف أن أنا رتفت يميني ما أشوف في الطائفية فيها هذا أي مذهب وإيدين وإن الحكس كل الاتجاهات كانوا موجودين كما كانوا كل الاتجاهات في كل تشييع أنا حضرته التشييع الذي بعد أربعين يوم من الشهيد والدي حسام كان للشهيد علي نعمة رأيت هذا الشيء حتى أربعين يوم من الشهيد علي نعمة ابني الثاني شهيد علي عباس رأيت كل التجاهات فيه فهنيئاً لشعب البحرين حضنت الشهداء وهم استمرارهم وإصرارهم على نيل حقوقهم شكراً واسف على الإطالة شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم